موسيقى صباح الخير أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من قناة الجديد سرايا المقاومة في قوى الرابع عشر من أذار اعترفت أخيرا بجدوى السلاح الإيراني وأهمية الدور المقاوم في وجه العدو الإسرائيلي حدث ذلك في لبنان فحزم المقاومون أمرهم وتوجهوا إلى الجهاد في غزة برا عبر العريش المصرية ولو قدر لهم ومن فرط حماستهم لا أقلع على متن رحلة لأيوب إيرلاينز زهرة القوات جراح المستقبل أمين اليسار السابق ثلاثية نيابية دخلت القطاع وثم تاما رجح تسللها عبر الأنفاق لتحقيق التجربة المناضلة طريق فلسطين مرت من معراب والقوات اللبنانية العربية قدمت خيرة زهرتها إلى الأرض المحتلة والمحاصرة أما الكتائب فقاطعت لأنها اختلفت مع الوفدي على الطريق وقررت أن تحج زحفا زحفا نحو القدس عبر الجنوب لا غزة لكون القطاع طرفا من طرفي المعادلة الفلسطينية ثلاثة نواب وتسعة صحفيين جالوا في غزة معتمرين كفية أبو عمار الذي خرج من قبره مرحبا هم عاين صواريخ الفجر وكادوا يخرقون الهدنة بإطلاقهم صاروخا نحو إسرائيل لكنهم نأوا بالنفس واستعادوا عن الحماسة بلقاء حماس ومجلسها التشريعي ورئيس حكومتها إسماعيل هنية وزاروا منازل مهدمة وبعض المواقع المدمرة تواصل الوفد مع بيروت على مدار الساعة وعلى السمع تخدر الفارس السعيد ورودته نفسه عن موافاتهم عبر سفن كسر الحصار أما اليساري العتيق اليسع طال ففاته قطار الرحلة بعدما أخذه النوم وحرمه النضال وبمعزل عن سياقها ودمغة عروبتها التي أردتها قوى الرابع عشر من أذار رسالة لخصومها فإن الزيارة في حد ذاتها هي فعل إيمان وتضامن وجب على كل وطني تجري في عروقه دماء فلسطين لكن إذا كانت جولة الوفد اللبناني على غزة سعت لشكر إيران على سلاحها وتضامنت مع المقاومين وأثنت على عملهم البطولي فإن الأقربين كانوا أولى بالمعروف وإن تاريخ لبنان يقول إن إسرائيل اعتدت عليه واجتاحته ست مرات ولم يلجم هذه الاجتياحات إلا رجل من هذا الزمان اسمه حسن نصر الله فلماذا لم يحظى بزيارة امتنان ولو من باب كسر مزراب العين فسلاحه هو إيراني المنشأ كما غزة ورجاله مقاومون كما أبطال غزة وأرضه كانت محتلة ولا يزال جزء منها تحت الاحتلال في إطار آخر يتواصل اليوم إضراب هيئة التنسيق النقابية مع اعتصام مركزي أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة تابع لوزارة المال إلى اعتصامات أخرى في عدد من المناطق وصولا إلى الإضراب المفتوح ما لم تحل سلسلة الرتب والرواتب أو تحل على مجلس النوة تحت طائلة التحذير من تحويل الإضراب إلى مفتوح تنديدا بتأخير إحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب بدأت الحركة النقابية في لبنان تحركها وعدة بإكمال الإضراب الأربعاء ورأت أن الحكومة ما زالت تعتمد سياسة المماطلة والتسويف والتأجيل في إقرار السلسلة وإحالتها على المجلس الذي يعيش موسم التعطيل النيابي مسألة شل القطاع العام لمدة يومين لم يسبق للحركة النقابية في لبنان أن أقدمت على هذا النوع من التحركات النقابية وحدة سياسية شبهة باق سياسة في الحكومة وخارج الحكومة ضد هذه الحركة النقابية لأنها عم بتسطر بلبنان قيامة جديدة لحركة نقابية مستقلة في لبنان وحدة هيئة التنساء النقابية ستبقى كانت وستبقى مستمرة أبدا حتى إقرار السلسلة بدون تقصيد بدون تقصيد وبصفة المعجل ومع ضمانة حقوق المتقاعدين وحقوق المتعاقدين وحقوق الأجراء وبدون فرض ضرائب على أصحاب الدخل المحدود نحن منا جيين مموّل السلسلة على حساب الفؤراء نحن جيين مموّل السلسلة على حساب الأغنية يعني اليوم وزير الاقتصاد عم بيتهم هيئة التنسيق النقابية أنه هي مش مدركة قال نحن مش مدركين شو الوضع الاقتصادي بالبلد؟ لا لا نحن نحن كتير مدركين يا معالي وزير الاقتصاد نقول النحاس نحن كتير مدركين ولأن كتير مدركين أنتم منزعجين نحن كل رواتب الموظفين والأجرة بالقطاعين الرسمي والخاص كلهم سوا ما بيتجاوزوا 20% من الناتج المحلي لما بتنعط الزيادة على هالنسبة ما بتعمل تضخم ونفسنا طويل وبتكونوا تدلوا تدقوا على الحام لحتى يفك الحام الرئيس ميقاطي عما يقول نحن مقامين 120% بالسلسلة إذن أنت بدك تحاول على شو بقى يا دولة الرئيس بكرة بعضه تدهر على مجلس الوزراء أن ياخد قرار إما بحيل السلسلة إما بياخد قرار آخر وبتحمل مسؤولية هذا القرار قدام الشعب اللبناني فلتتحمل هذه الحكومة مسؤولية مجلت يدها القطاع العام ملتزم الإضرابة في مرجعيون أمام السرايا الحكومية باستثناء المدارس الخاصة حقنا ما بيفلس الدولة وفي أموال للهدر والفساد بس ما في أموال لحق الإنسان والمواطن اللي يعيش بكرامة وفي باحة سرايا صيد الحكومي اعتصم الموظفون والمعلمون في القطاعين الرسمي والخاص وكذلك في النبطي وبعبد وبعلبك وزحلي وعكار وحلبة وانطلاقا من عنوان تهميش اللجنة الوزارية ووزارة التربية حقوق المتعاقدين ومطالبهم أعلنت اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين الإضراب العام في الثانويات الرسمية هو رسالة موجهة للمعنيين اللي حاولوا إقصاء واللي لازالوا إقصاء مطالب وتغييب المطالب الأستاذ المتعاقدين عن جدول أعمالهم بدءا باللجنة الوزارية ومرورا بهيئة التنسيق اللجنة أكدت الجاهزية للتخييم أمام وزارة التربية في عطلة الميلاد حتى تحقيق المطالب زيارة نواب وصحفيين من 14 أذار إلى غزة في تقرير لمراسلنا في القطاع محمد المدهون وفد من قوى الرابع عشر من أذار وصل اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الوفد مكون من ثلاثة نواب هم جمال جراح وأمين وهبي عن تيار المستقبل وأنتوان زهرة عن حزب القوات بالإضافة إلى تسعة صحفيين عاملين في وسائل إعلام محسوبة على التيار ذاته أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني استقبل الوفد في مكتبه وكان بعده هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوفد اللبناني ألمنا كبير لأن أيضا إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي استهدف أطفاله ونساءه وشيوخه كان هناك شعب عربي آخر هو الشعب السوري يستهدف من النظام السوري وأطفاله تستهدف وتقتل بدم بارد وبالطيران الحربي الذي اشتراه من دمائه الشعب السوري لكي يقاتل إسرائيل فتحول لحماية إسرائيل ولضرب شعبه وقتل أطفاله نحن نعاني أيضا في لبنان من الظلم والتجبر تحت رايات الممانعة الوهمية الغير صادقة وبندقيتهم توجهت في غير اتجاه العدو الإسرائيلي زيارة الوفد استغرقت أقل من خمس ساعات جال فيها على عدة مواقع من بينها مباني حكومية مدمرة ومركز قيادة الشرطة الذي جرى استهدافه خلال الحرب الأخيرة غزة اليوم تشبه بيروت بنهاية الثمانينات خلال الحرب الأهلية اللبنانية هذا اللي بقدر عن جد وصف في غزة بوضعها بحالها بناسها بكل شيء شفنا لحدها لا بيشبه هذا شيء ما عادة أنه شفنا غزة ما فيه مسلحين على الطرقات مثل ما كنا ببيروت بنهاية الثمانينات بيت رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية كان آخر المحطات التي زرها الوفد النواب الثلاثة اجتمعوا مع رئيس الحكومة الذي قال إن لبنان كان سباقا في انتصاره على الاحتلال فيما أكد الضيوف أن لبنانيين تعلموا معنى الانتصار من الفلسطينيين الذين لا يوجهون سلاحهم إلا للعدو نحن نريد في هذه الظروف أن نقف مع الفلسطينيين خارج إطار أي حسابات سياسية هذا واجب على كل لبناني وعلى كل عربي ونحن نقوم بواجبنا بعض وسائل الإعلام قالت أن حركة حماس رفضت استقبال أنتوان زهرة النائب عن القوات اللبنانية هل تؤكدون أو تنفون هذا الخبر؟ والله أنا يعني هنا لم يمر علينا مثل هذا الأمر مطلقا لم نسمع بأنه الشعب الفلسطيني رفض أحد جاء للتضامن معه أو زيارد حركة حماس وحكومتها استقبل إذن هذا الوفد على أعلى المستويات معتبرين أنه يمثل لبنان الذي يحتضن الشعب الفلسطيني ويعمل على مناصرة مواقفه على الساحة الدولية وفي مختلف المحافل العالمية انتهت زيارة وفد الرابع عشر من أذار إلى غزة لتكون بذلك أول زيارة لوفد لبناني إلى القطاع بعد انتهاء العدوان عليه زيارة أرد أصحابها من خلالها التأكيد على أن دعم غزة والتضامن معها ليس حكرا على فريق سياسي لبناني دون الآخر محمد المدهون قناة الجديد غزة فلسطين الأمانة العامة في قوى الرابع عشر من أذار ترى أن زيارة نوابها لغزة تأكيد لعروبة هذه القوى والكتائب تتحفظ تقرير للزميلة ننسي السبع طريق الرابع عشر من أذار إلى قلب العروبة تمر من غزة أربع عشر شخصية من ثوار الأرز وطئ الكطاع المنتصر بمقاومته وصمود شعبه وأبرز الفاتحين نائب الكوات اللبنانية أنتوان زهرة أنا كنت بتمنى أن نكون مع الوفد بس لأسباب خاصة ما قدر تروح اليوم إنما يرمز هذا الوفد وهذه الزيارة بالتحديد بأن أربع عشر أذار لن تغيب على قضايا العرب الكبرى ككتائب باب فلسطين هو القدس والباب إلى القدس هو كنيسة القيامة والمجل الأقصى وإذا طرينا طريق القدس تمر من الجنوب إلى الجليل إلى إصبع الجليل إلى الناصرة إلى القيصرية وصولا إلى أورشاليم وبيت لحم وكل المناطق الفلسطينية أنه بالتوقيت أتت هذه الزيارة بداية من بعد زيارة لريجاني إلى المنطقة الذي حاول أن يضع انتصار غزة في جيب إيران معارضوا سلاح المقاومة في لبنان قصدوا غزة للمباركة للمقاومة المنطفدة على السلطة الفلسطينية بموضوع الخلاف الفلسطيني الفلسطيني نحن لا نتدخل أبدا زيارة وفد أربعة عشر أذار اليوم هو للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا الشعب الفلسطيني ليس حماس أو سلطة هذا شعب فلسطيني لا ننسى أن في غزة حكومة مقالة يترأسها إسماعيل هنية فمن هذا الباب من باب الالتزام بالقضية الفلسطينية من زاوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني نؤيد المبادرة ونتحفز من زاوية عدم التورط في الصراع الفلسطيني الفلسطيني أربعتاش أذار استثنت الجنوب بلأفن وستة لأفن العام والليوم بدأت روعى غزة أبدا يعني أولا أقول وأكرر بأن ليست الرغبة لدى أربعة عشر أذار ناقصة من أجل زيارة الجنوب إنما ما هو موجود في جنوب اليوم من قوى سياسية وعسكرية وأمنية تخون 14 أدار وتعتبر بأن 14 أدار هي ملصقة بالجانب الإسرائيلي بالعكس زيارة الجنوب هي زيارة يجب أن تزولها أولا الدولة اللبنانية حتى تزولها 14 أدار أما الزيارة المقبلة فستكون إلى ما بعد بعد غزة وبحسب البعض فالبوصلة إلى سوديا حتما ننسي السبع قناة الجديد زيارة الرئيس الأرمني للبنان في هذا التقرير دعاهم إلى جلسة استقبال عامة في صاحة النجمة فاعترضوا وعندما استبدلها بغداء على شرف الزائر الأرمني لبى نواب وشخصيات من قوى الرابع عشر من أدار الدعوة وكانوا أولى الحاضرين العين التيني حيث وفي يومه الثاني في لبنان حل الرئيس الأرمني سيرج ساركيسيان ضيفا على العين التيني وبعد الاستقبال الرسمي عقد الرئيسان بري وساركيسيان اجتماعا بحضور وزيري خارجية البلدين عدنان منصور وأدوار تالبازيان والسفير الأرمني في لبنان والمستشار الأعلامي علي حمدان وقد أقام بري مأدوبة غداء على شرف الرئيس الأرمني الضيف ندعو لبنانيا بوجود هذا الضيف العزيز هذا الضيف الشريك عبر الطائف الأرمني الكريمة لبنانيا ندعو إلى اتفاق الطائف وإلى طاولة الحوار تضع نصب أعينها أن السلاح هو فقط للدفاع عن الوطن وأن من كانت إسرائيل عدوه فهو عدو كاف وإلى صياغة تفاهم حول المواضيع المتوعة والمصدر للخلافات ودون انتظار لمصير سوريا الذي لن يتكرر بالانتحار على النحو الجاري بل بالحوار أيضا الرئيس الأرمني سيرج ساركيسيان دعا من جهته إلى وقف إراقة الدماء في سوريا وإلى العمل لتسوية الأزمة بالوسائل السلمية بالطبع إن لبنان اليوم يتأثر بالتطورات غير المناسبة الجارية في المنطقة أثار الذين الأسف الكبير العمل الأراضي الذي وقع في بيروت في التاسع عشر من شرنا الثاني ونحن نندف بذلك بإعرابنا عن تعازينا لأهل الضحايا نعرب عن أملنا في أن ذلك الاستفزاز المشين لن يتمكن من زعزعة السلام في لبنان المحطة الثانية كانت في أنطلياس حيث زار ساركيسيان كاثوليكية الأرمن الأرتوديكس لبيت كيليكيا وكان في استقباله الكاثوليكوس أرام الأول ومطارنة وكهنة الطائفة ووزراء ونواب الأرمن ورؤساء الأحزاب الأرمنية ثم توجه الرئيس ساركيسيان إلى نصب شهداء الأرمن في باحة الكاثوليكية حيث وضع إكليلا من الزهر على وقع نشيد الموت أرام وبعد خلوة قصيرة ألقى كلمة شدد فيها على أن كاثوليكية بيت كيليكيا أصبحت مثالا للأرمن في كل أنحاء العالم نحن نتابع القضية الأرمنية ونطلب من تركيا أن تعيد إلينا أراضينا وأن تعترف بالإبادة الأرمنية ونحن نفتخر بوجودك معنا وبالجهود والتصريحات التي تقوم بها في العالم الداعم للقضية الأرمنية والداعية للحفاظ على حقوق الأرمن بعد ذلك توجه الرئيس ساركيسيان والوفد المرافق إلى بزمار حيث افتتح مركزا ثقافيا مبادرة النائب وليد جملات تتقاطع مع مطالب المستقبل وتلاقي ترحيبا كتائبيا مبادرة النائب وليد جملات الحوارية تقاطعت مع مطالب معظم القوى السياسية لا سيما قوى الرابع عشر من أذار لكنها على ما يبدو ليست كافية لجمع الأقطاب على طويلة واحدة حزب الله لم يلتزم بأي شيء تم الاتفاق عليه بالحوار من سنة 2006 لغاية اليوم واليوم لا يريد أن يلتزم حتى بجدل الأعمال أي النقطة الوحيدة الباقية أي استراتيجية دفاعية والسلاح حزب الله فبالتالي لم يعد هناك مصداقية بكل صراحة لدى هذا الطرف لنتحور معه مباشرة ثانيا بكل وضوح الطريقة التي يتعاطى بها سيد حسن نصر الطريقة الفوقية والتهديدية وكأننا نذهب إلى الحوار تحت تهديد الأصبع المرفوع وتحت تهديد كلام الذي قاله أنه كرم أخلاقه أن يقبل بجلوسنا معه إلى الطاولة لا أعتقد أن في هذا الكلام أولا الكثير من كرم الأخلاق ولا أعتقد أن في هذا الكلام الكثير من إرادة الحوار الكتاب اتخذت موقعا وسطيا بين الرابع عشر من أذار والنائب جنبلاط إلا أن الحوار بالنسبة إليهم يبقى محصورا آنيا عند الوفد الجوال للتقدم الاشتراكي بالمبدأ نحن مع هذا الحوار إنما نحن بدنا نتشاور مع قيادات أربعة عشر أذار نكون كلنا لا يكون الحوار هذا الحوار مجدي الرئيس جميل بانتظار عودته سيسعى جاهدا لملاقات الوزير جنبلاط والمساعدة داخل أربعة عشر أذار لأن التوافق أو بداية التوافق أو وضع لبنان على طولة حوار هذه الطريق السليم إنما الحوار بد يكون حوار صادق ومجدي المستقبل والكتاب متفقان على تغيير الحكومة لكنهما لا يتشاطران الأسلوب نفسه لتحقيق الهدف ليس هناك فراغ بالمفهوم السياسي اللبناني ليس هناك أي فراغ ولكن إذا أرادوا فعلا نسف ووصول بالبلد إلى فراغ المسؤول الآن عن العقدة هو استمرار هذا القرار لدى سيد حسن نصر الولد كوة من أذار بأن الحكومة لا يمكن أن تستقيل فليتحملوا مسؤوليتهم السياسية إذن تجاه الشعب اللبناني تجاه كل ما راكموا خلال هذه السنة ونصف من قال أنهم إذا لم يستقيلوا مستعدين لعطاء تنازلات لأنهم إذا لم يستقيل هذه الحكومة سيجلسون على طاولة الحوار ولا يقدموا أي تنازل لأن ذلك سنظهر بأي مظهر نحن أمام الرأي العام وكأننا قدمنا كل ما لدينا وذهبنا إلى طاولة الحوار ولا نحصل على شيء لهذا الزرف هناك عمل للقوى وعمل مشروع للقوى من خارج الأطر الدستورية أو تمهيدا للأطر الدستورية يعني تمهيدا لعمل مجلس النواب وتمهيدا لعمل مجلس الوزراء نحن كأربعة عشر أدار نقاطع هذه الحكومة لنريد إسقاط هذه الحكومة لمصلحة البلد هلأ أليد إسقاطها وتشكيل حكومة جديدة هذه بدي يكون في تشاطر سياسي أو بدي يكون في حوار غير مباشر ما درون يكون على طاولة الحوار إنما مثل ما إلنا بالمبادرة التي ترحها الوزير وليد جمبلات عند القيادات اللبنانية كافة القيادات اللبنانية بالتشاور وستلاقي الكتائب الوزير وليد جمبلات في نصف الطريق أما مواقف القوى الأخرى وتحديدا حزب الله من مبادرة جمبلات فلن تظهر قبل اللقاء مع وفد التقدم البطرياركو الماروني الكاردينال ماربشارة بطر الصراعي يوصي من المطار بعد عودته من الفاتيكان بضرورة بقاء الاستحقاقات في موعدها أكد البطرياركو الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي بعد عودته من الفاتيكان في صالون الشرف في مطار رفيق الحرير الدولي أن المهم احترام المواعيد الدستورية فقانون الستين ما زال قائما من أجل حسن التمثيل والتمثيل الحر ويشعر المواطن أنه يدلبي صوت إله وقيمه وما يجي النايب مفروض عليه فرض من المجموعات أو بقوة المال أنت رأى من هذه المبادئ أنون الستين ما بيلبي هالحاجة ولذلك لازم أنه يتغير أنا عمل بقول إذا ما عملوا أنون جديد أنون الستين بعده أنون المهم ما نأجل الانتخابات إذا كان بدأت تأجل أن أنون الستين بعده وزيت ونحن نفضل استحقائية الدستورية تبقى شايفوا أنه أنون الستين بدوا تعديلوا وعدلوا وإذا ما قدروا عدلوا لازم تحصل الانتخابات مبدئياً بوقتها وما يكون فيه سريعة حتى نأجل ونأجل بالحقيقة اللبنان بيقتضي أنه المسؤولين يجلسوا إلى الحوار حتى نحل كل المشاكل الكبيرة اللي كلكم بتعرف هل سيرى لبنان في يوم من الأيام الكاردنال الراعي مكاريوس آخر في لبنان واحد للجمهورية؟ كلا ثم كلا ثم كلا الكنيسة السلطة في الكنيسة البطيار في الكنيسة ليس زعيماً وطنياً الراعي غادر بعد ذلك إلى بكركي حيث أقام قدسة صلاة الشكر المصريون إلى الميدان من جديد تحت شعار للثورة شعب يحميها والهتفات تطالب بإسقاط النظام إلى ميدان التحرير توافدوا بالآلاف لم ترهبهم القنابل المسيلة للدموع التي قابلتهم بها الشرطة محاميون وصحفيون انطلقوا من مقرين قابتيهما تحت شعار للثورة شعب يحميها بمشاركة المعارضة الممثلة في المجتمع المدني والأحزاب والحركات السياسية غير الإسلامية التي شكلت جبهة الإنقاذ الوطني وفي الميدان علقت لافتات بيض ضخمة كتب عليها بالأحمر يسقط يسقط حكم المرشد والإخوان سرقوا الثورة ويسقط الإعلان الدستوري والرئيس يدفع الشعب إلى عصيان مدني ومن جديد ردد المصريون هتافات ضد الرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وعاد شعار الشعب يريد إسقاط النظام ليسيطر على الموقف برمته وكان مرسي قد اجتمع وأعضاء مجلس القضاء الأعلى محاولا نزع فتيل الأزمة وأكد المتحدث الرئاسي المصري ياسر علي بعد الاجتماع أن لا تعديلات على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي فعاد الشعب ليقول كلمته ويرفض قرارات مرسي التي حصن بها نفسه من الرقابة القضائية كما حصن الجامعية الدستورية لوضع الدستور ومجلس الشورى الذين يهيمن عليهما الإسلاميون وكانت اشتباكات قد وقعت باكرا بين مجموعة من الأحداث والشرطة في ميدان سيمون بوليفار القريب من ميدان التحرير ومن مقر السفارة الأمريكية إلا أن الناشطين أكبر سن ننسعوا لإبعادهم عن هذا الميدان وأقناعهم بالحفاظ على سلمية التظاهرة كما نظم معارض مرسي تظاهرات في محافظات عدة تزامنا مع التظاهرة التحرير ويأتي ذلك في وقت قررت فيه جماعة الأخوان المسلمين على نحو المفاجئ إلغاء تظاهرة دعت إليها أمام جامعة القاهرة مؤكدة أن هذا القرار جاء حقنا للدماء أفدت الإخبارية السورية عن سماع دوي انفجارين في جرمان بريف دمشق متحدثة عن وقوع إصابات استولى مقاتلون معارضون على مقر كتيبة للدفاع الجوي في قرية المنطار في ريف حلب فقتلوا وأسروا عناصر من القوات النظامية وسيطروا على أسلحة وذخائر من جهة أخرى أسقطت المجموعات المعارضة مروحية عسكرية بصاروخ أرض جو وهي المرة الأولى التي يستعمل فيها هذا النوع من الصواريخ الذي أصابها مباشرة في أثناء تحليقها فوق المناطق المحيطة بكتيبة الدفاع الجوي في منطقة الشيخ سليمان في ريف حلب الغربي وأسفرت غارة شنت على معصرة زيتون كرب مدينة إدلب عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات وقعت أيضا في مدينة حرستة في ريف دمشق فيما تعرضت بلدات بابلة والمعظمي ودرية والحجير والغوطة الشرقي والزبداني لقصف عنيف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ودمار في بعض المنازل وتعرضت مدينة معارة النعمان في ريف إدلب لقصف من طائرة حربية في وقت تستمر منذ الاثنين الاشتباكات العنيفة عند المدخل الجنوبي للمدينة التي تحاول القوات النظامية استعادة السيطرة عليها منذ وقوعها بين أيدي المقاتلين المعارضين من جهة ثانية أفاد المرصد عن مقتل عنصرين من الشرطة العسكرية السورية في تفجير سيارة مفخخة عند حاجز للشرطة في منطقة عرطوس في ريف دمشق وذكر المرصد عن حجد القوات النظامية السورية تعزيزات في منطقة البساتين الواقعة بين كفرسوسة في غربي دمشق ودريا القريبة من العاصمة التي تستمر الاشتباكات العنيفة في محيطها منذ أيام إعادة إغلاق قبر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بعد تسليم عينات من رفاته إلى الخبراء الدوليين لكشف لغز وفاته والسلطة الفلسطينية ستلجأ إلى المحكمة الدولية في حال ثبوت تسممه وعيد إغلاق ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رامالله بعدما أخذت عينات من رفاته لفحصها سعيا لكشف لغز وفاته عن 75 عاما قبل أكثر من ثمانية أعوام في الحادي عشر من تشرين الثاني عام 2004 في مستشفى بيرسي العسكري في العاصمة الفرنسية باريس وأعلن اللواء توفيق الطيراوي رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية بوفاة الرئيس عرفات أن عملية أخذ العينات انتهت وأغلق الضريح مجددا وأكد في مؤتمر صحفي عقب حصول الخبراء الفرنسيين والسويسريين والروس على عينات من رفات عرفات أن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى محكمة الجنيات الدولية في حال ثبت تسمم عرفات وقد حضر ثلاثة قضاء فرنسيين إضافة إلى المفتي العام للأراضي الفلسطينية الشيخ محمد حسين الذي أكد أنه يجب أن يكون موجودا عند فتح الضريح من الناحية الشرعية نحن بالأساس نتهم الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات وهذه قضية وطنية بامتياز وفور انتهاء العملية باشر عمال فلسطينيون بإزالة السواتر الزرقاء التي وضعت حول ضريح عرفات منذ أكثر من أسبوعين وجرت مراسم الجنازة العسكرية التي كانت مقررة عند إغلاق الضريح تكريما للراحل الكبير ووضعت أكاليل الزهر بعد إشاعات عن إلغائها وبعد 8 سنين من هذا الاستشهاد كمان من أيد كل الفلسطينيين ومن أيد هذا التوجه عشان نثبت أن الرئيس تم قتله أنا ضد استخراج بجتعي لأنه أول شيء من ناحية إسلامية وهذا إنسان الله يرحمه له هو شخصية اعتبارية وشخصية رمز بالنسبة لأنه كشعب فلسطيني زعيم تاريخي بطل قومي للشعب الفلسطيني عليهم كشف الخقائق لمعرفة من هو القاتل هذا الرجل العظيم وسيسعى الخبراء الدوليون لمعرفة ما إذا تم تسمي معرفات بالبولونيوم وهي فرضية طرحت مجددا بعد بث فيلم وثائقي أورد أن معهد الإشعاع الفيزيائي في روزان اكتشف كمية غير طبيعية من البولونيوم في أمتعة شخصية لعرفات أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة سيبي ليفني عودتها إلى الحياة السياسية على رأس حزب جديد وقالت ليفني في مؤتمر صحفي قررت العودة إلى السياسة وإنشاء حزب جديد اسمه الحركة ويأتي أعلان ليفني قبل شهرين من الانتخابات التشريعية في الثاني والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2013 وكانت ليفني قد أعلنت استقالتها في الأول من أيار مايو الماضي من الكنيسة بعد شهر من خسارتها في انتخابات رئاسة حزب كديمة وتأتي عودتها بعد يوم من أعلان وزير الحرب إيهود باراك اعتزاله الحياة السياسية أهلا من جديد عقد قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيل فرانسين جلسة في إطار مسؤوليته عن ضمان سير الإجراءات من دون أي تأخير غير مبرر وأشار أحد محامي الدفاع عن المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفق الحريري إلى أن الوضع غير جيد بالنسبة لنا وأعتقد أنه يجب معالجة هذا الأمر وفيما يتعلق بالدفاع عن أسد صبر تحدث محاميه عن عدم دقة وجودة المذكرة التمهيدية وقال نحن لا نعرف ما هي المزعم الموجهة من المدعي العام ضد موكلين وأعتقد أن المدعي العام نفسه لا يعلم ما هي القضية وما هي تفاصيلها لا سيما فيما يتعلق بالأدلة التي يقول المدعي العام إنها تدعم هذه المزاعم وتابع أن فريق الدفاع عن صبر والفرق الأخرى تطلب المساعدة في الأسبوع المقبلة للحصول من مكتب المدعي العام على المستندات والمعلومات الضرورية كي نفهم ما هي تهم المواجهة ضد موكلين ولنفهم ما هي الأدلة التي يعتبرها المدعي العام ذات صلة وأضاف المسألة الثانية هي أننا حصلنا على الكثير من المرفقات التي تتضمن المئات من الشهود المقترحين وألاف الأدلة التي يقترح استخدامها وسوف تستدعي جهة الإدعاء 560 شاهداً للمثول أمام قاعة المحكمة أهالي الأشرفي المتضررون من التفجير يوضحون في مؤتمر صحفي تقاعص الهيئة العليا للإغاثة ما زالت قضية التعويضات في الأشرفي تراوح مكانها فقد نظمت لجنة الأهل المتضررين من تفجير الأشرفي مؤتمراً صحفياً أوضحت فيها أنها لم تتلقى المساعدات إلا من جمعيات فرح العطاء وكاريتاس وأشارت اللجنة إلى أن الهيئة العليا للإغاثة كان من المفترض أن ترفع تقريرها الأربعاء الماضي وحتى الساعة لم يحصل المتضررون على أي مساعدة ولفتت اللجنة إلى أن الهيئة العليا تثمن مفقوداتهم وفق الأسعار القديمة مؤكدة أنها لم تحصل إلا على ألف دولار من الهيئة كما علقت على عمل وزارة الصحة مشيرة إلى أن الأخيرة وعدت بمعالجة جميع الحالات ولكن ذلك لم يجري وفق المتفق عليه اليوم نحن الثلاثة يعني بعد جمع من الموعد بعد لليوم ما رفع التقرير ولا تحركت الإغاثة ولا حدا سأل عنه للتقرير يعني العالم قاعدة برات بيوتها وهن عرواء عم يشتغلوا وما في رئينا معهم وكانت قد عقدت اللجنة المكلفة متبعة شؤون المتضررين من تفجير الأشرفي اجتماعا في مكتب النائب ميشيل فرعون بحضور نواب دائرة بيروت الأولى وممثلين عن الهيئات المنتخبة في الأشرفي والعائلات المتضررة للبحث في الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العليا للإغاثة وبلدية بيروت وجمعية فرح العطاء لترميم الأبنية المتضررة ودفع التعويضات اعتصام أمام مبنى السفارة الفرنسية تنديدا بعدم الإفراج عن الأسير جورج عبدالله في السجون الفرنسية استنكارا لاعتراض وزارة العدل الفرنسية على قرار المحكمة الفرنسية لإفراج عن المناضل جورج إبراهيم عبدالله نفذ الناشطون في الحملة الدولية للإفراج عن الأسير عبدالله اعتصاما أمام السفارة الفرنسية في بيروت أدانوا فيه التدخل الأمريكي في القضاء الفرنسي وطالبوا المسؤولين اللبنانيين ترتيب ملف عبدالله وطرحه رسميا على السلطات الفرنسية في 22 نوفامر 2012 وما انتقدم جارج عبدالله بطلبه الثامن للإفراج المشروط حتى صرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما برفض الإفراج عن عبدالله قائلا ما تدير أن يقضي عمره في السجن وليموت هناك وعندما صدر القرار القضائي الفرنسي بالإفراج صرح السفير الأمريكي في باريس عن إدانته للقرار القضائي قائلا إن الإفراج عن جورج عبدالله يشكله خطرا على الأمن العالمي ودعت الحملاء الاعتصام مطالب بالإفراج عن الأسير عبدالله نهار الأحد المقبل أمام السفارة الأمريكية في عوكر عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من أخبارنا الفنية النجمتان العالميتان سالين ديون وسلم حايك تسرقان الأنظار لدى تكريمهما في ألمانيا سجادة حمراء أضواء نجوم عالميين وجوائز هكذا كانت أجواء مهرجان بامبي أهم مهرجان سنوي لتكريم الفنانين في ألمانيا وقد أقيم هذا العام في مركز المؤتمرات في مدينة دوزلدورف والنجمتان سالين ديون وسلم حايك تسرقان الأضواء بحضورهما موسيقى موسيقى في العام 1948 انطلق مهرجان بامبي مكرما على مر السنوات كبار النجوم أمثال مايكل جاكسن، توم كروز، جاستن بيبر، إيفا لونغوريا وغيرهم وهذا العام تعلقت سالين ديون بأزياء لي صعب وعلى السجادة الحمراء ماذا قالت؟ إنه شرف كبير لي أن أكون هنا سأفتتح الحفل من الجميل أن أكون في ألمانيا رغم أن رحلتي قصيرة وصلت صباح اليوم وسأغادر بعد الحفل الليلة أتمنى البقاء لفترة أطول في المرة المقبلة من الجميل التواجد في ألمانيا أحب هذا البلد أتمنى البقاء لفترة أطول في المرة المقبلة 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 كما كان حضور ممثلة هوليوود سلمحايك مميزاً وقالت فعلاً الجائزة تعني لي الكثير وآمل أن لا أخيب أمل جمهوري أنا هنا بمفردي زوجي في الصين لمتابعة أعماله لكن ابنتي معي لأنها أصرت على ذلك أشعر بأني أم سيئة لأني جعلتها تغيب عن مدرستها والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت في تاريخ الـ 24-28-2012 ونبدأ مع النهار القوى المدنية تتحدى الإخوان وتستعيد الثورة 200 ألف هتفوا في ميدان التحرير مرسي إرحل زحمة مفادين دوليين تسابق موجات النزوح هنية ووفد 14 أذار في الأسطين وإيران والنظام في أبرز عنوين السفير لهذا اليوم الراعي يحيي عظام الستين والسليمان يلمح لتمديد النيابي وبالريع تبر المجلس سيدة نفسه السعودية تعطل الحوار استقالة حكومة ميقاتي أولا كرة ثلج الاحتجاج تكبر ضد مرسي والإخوان أحزاب إسرائيل تتنافس على تطرفها فوز صاحق للمتشددين في الليكود في عنوين الأخبار لهذا اليوم ابتداء من يوم غد في الأخبار والأوتيذي كيف يسلح الحرير السوريين تسجيلات صوتية لعقاب سقر مع قادة المسلحين الرعي يعوم قانون الستين أحلق ذقنك بين عارك تلقى وجهك وجه مبارك في عنوين الأنوار المعارضة المصرية تحشد مئات الألوف من المتظاهرين ضد مرسي والإخوان النقابات تستعد للإضراب المفتوح والحكومة تتابع زيارة 14 أذار لغزة المعارضة السورية أسقطنا هليكوبتر بصاروخ أرض جو بالانتقال إلى الديار ولادة الثورة تهتز لأول مرة ومرسي يلقى معارضة مظاهرة مليونية في ميدان التحرير ورفض ديكتاتورية مرسي 14 أذار تقاطع الحوار وترفض مبادرة جملات وتذهب إلى غزة سليمان مقاطعة الحوار تكون في وضع استثنائي وليس أمرا طبيعيا أحداث غزة وضعت حزب الله الأقوى في لبنان والمنطقة في المستقبل مجزرتان في إدلب وريف دمشق والأمم المتحدة ترى مستوى مروعا من الوحشية الثوار يسقطون مروحية بصاروخ أرض جول المرة الأولى 14 أذار في غزة سليمان الحوار في شكل الحكومة انتهاك للدستور في عنوين البناء مئات الألاف الميادين دفاعا عن الحريات والدستور ثورة الشعب المصري تتجدد في وجه مرسي والإخوان موسكو وتهران تواصلان تحركهما والجيش يقضي على عشرات الإرهابيين في حلب أضراب اليومين يصر على المطالب والحكومة تتريث عشرات القتل والجرحة بتفجيرات طالت بغداد وكاركوك أما في عنوين اللواء إضراب التنسيق يمتد إلى اليوم وواشنطن تتابع ملف الحكومة الجديدة سليمان لن أوقع قانون تمديد مجلس النواب الجراح للواء هنية أبلغنا أن النصر تم بصواريخ من صنع فلسطيني واشنطن لإنهاء المأزق وصندوق النقد لإلغاء القرض أضخم تظاهر ضد مرسي بعد الثورة القضاء يعتبر الإعلان الدستوري عدما النظام والحر يسعدان لمعركة دمشق الحاسمة تطور نوعي في الحرب إسقاط مروحية بصروخ أرض جو أما في عنوين البلد الحوار مؤجل والمعركة النقابية مفتوحة ثوار التحرير في مواجهة أخوانات مصر ننتقل إلى الجمهورية فضيحة جديدة في أروقة الاتصالات والأزمة المطلبية تهدد بشل القطاع العام سليمان لحوار في تغيير الحكومة أما في عنوين الحياة عمر موسى للحياة ليت الأسد اقتدى بعلي صالح وتمزيق سوريا يفتح أبواب جهنم الأمير قلد الملكة إليزابة ويسامة مبارك الكبير ويلتقي كاميرون اليوم بريطانيا والكويت لتوقيع اتفاقات دفاعية واستثمارية وتجارية اجتماع لمجلس الدفاع الخليجي المشترك في الرياض دول مجلس التعاون تؤكد الوقوف صفا واحدا في مواجهة أي تهديد القضاة يصعدون والإخوان يتعنتون والرئاسة راهن على تمرير الدستور وصندوق النقد يحذر مليونية التحرير تربك حسابات مرسي أخيرا نبقى مع الشرق الأوسط قضاة يدخلون في إضراب مفتوح مرشد الإخوان السابق الاحتجاجات مفتعلة عضو سابق بالمجلس العسكري الحرل تراجع مرسي مصر التحرير يعيد أجواء الثورة المعارضة تسقط مروحية بصاروخ أرض جو للمرة الأولى السفور سفيرا للإتلاف لدى بريطانيا حشود لقوات الحر تسحف على دمشق والنظام يتحدث عن معركة الحسن كانت النشرة إضرابوا هيئة التنسيق يتواصل اليوم 14 أذار في غزة والكتاب تقاطع مليونية الشعب ضد مرسي والإخوان بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة